ستة صواريخ على الأقل ضربت حقل كورمور الغازي بثلاث هجمات صاروخية خلال ثلاثة أيام فقط الحقل الغازي الذي يقع في ناحية قادر كرم التابع لقضاء شمشمال في السليمانية شمال العراق ضربات صاروخية تجدد الفزع من فوضى الأمن وغياب الاستقرار وتفقد الثقة باحترام سيادة القانون أما ضربة الأخطر فهي في قطاع الاستثمار والإنتاج البيان الذي أصدرته مدرية قوات مكافحة الإرهاب في السليمانية وضح إحصائية الصواريخ سبقه تنديد على لسان مسؤولين في كردستان وبغداد هجوم لم يسفر عن وقوع إصابات لكنه أصاب معيار الأمن مجددا وأحدث تساؤلا واسع الصدى حول هوية الجهة التي تحاول ضرب الأمن والاقتصاد العراقي وهيبة دولته في كل مرة تحاول السيادة العراقية أن تنهض فيها من جديد وتنفي وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان أي احتمال لانسحاب شركة دانا غاز الإماراتية العاملة في الحقلة مضيحة أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الحقل للهجوم دون أن يتوقف إنتاج الغاز بأي شكل من الأشكال يأتي الهجوم الجديد بعد ساعات من تصريحات أدلى بها نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني قال فيها أن الهدف من الهجمات الصاروخية التي استهدفت حقل كورمور الغازي ليس واضحا وأن التحقيقات متواصلة لكنها لم تسفر عن أي نتائج إلى الآن طالباني شدد في تصريحات أن عزيمة الشركات العاملة في كردستان أكبر من أن تنهار بصاروخين في المحاصلة فإن تكرار الهجمات الصاروخية يفتح باب التوتر بشكل أوسع وأكثر خطرا على استقرار البلاد سيما كردستان التي بدأت تتأثر بهذه التوترات